وينضم معنا الآن من مكة المكرمة مراسل الإخبارية تركيا الأحمري مساء الخير تركي تركي كيف هي الأوضاع لديكم في مكة المكرمة؟ سيد فهد مساء الخير والسعادة واليوم منور شاشة الإخبارية الله حياتك الله يسلمك سيد فهد طبعا مكة المكرمة كما تعلم ويعلم المشاهد الكريم بأنها تخضع لإجراءات احترازية متجددة في كل يوم اليوم وصلنا إلى إجراء احترازي يبدو أنه جديد بالفعل حيث تم استدعاء وحدات من الحرس الوطني بمدينة الطايف لمباشرة مهامها هنا في العاصمة المقدسة واستلام بعض المواقع الأمنية وبعض النقاط التي خصصت لها الآن الكاميرا متواجدة في أحد المداخل الرئيسية والكبيرة لحي المسفلة أحد الأحياء الشهيرة في العاصمة المقدسة حيث وصلت بالفعل وحدات الحرس الوطني لتستلم حي المسفلة بكل مداخله ومخارجه وأن ألاحظ من خلال اللقطة الآن وجود الأفراد من الحرس الوطني من ضباط وأفراد يعدون مهامهم في أحد المداخل الرئيسية لهذا الحي بطبيعة الحال مصحوب هذه الأعداد من الأفراد والضباط بالسيارات المخصصة والمصفحات التابعة للحرس الوطني وهذا نوع من الاحتراز الجديد الذي فرضه الواقع أستاذ فهد من خلال أهمية أن يكون هناك دعم إضافي ومساندة إضافية من الأفراد والضباط للجهات الأمنية هنا في العاصمة المقدسة ودعم على مدار الساعة للنقاط الأمنية في مكة المكرمة أيضا تشاهدون أعزائي الكرام هنا عدد من الأخوة الأفراد التابعين للحرس الوطني بتجهيزاتهم ومعداتهم الاحترازات آخذة في النفاذ على مدار الساعة وندعو الله تعالى أن ينتهي هذا الأمر وهذا المصاب الجلل إن شاء الله بنهاية سعيدة لكل الناس ولكل الدول العربية والإسلامية إن شاء الله هذا فيما يخص الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أيضا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف اليوم أطلقت بيان عبر موقعها الرئيسي طالبت فيها المواطنين والمقيمين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مكة المكرمة بأهمية التعاون مع الجهات المعنية والجهات التي تتولى تنفيذ هذه المهام وخصوصا ما يصدر عن وزارة الصحة من تقرير وإحصائيات يومية أيضا سدقت على أهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرئيسي وعدم الإنسياق شكرا للزميل التركي الأحمر من مكة المكرمة ولعلنا نكتفي بما نقل إلينا جهود تذكر وتشكر من كافة رجال الأمن ورجال الصفوف الأولى حقيقة من رجال الصحة والجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء ترجمة نانسي قنقر